وخلال اتصال هاتفي أشارت السيدة مهام مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين إلى مسارات الدعم التي يتضمنها برنامج المهارات القيادية بالشراكة مع هارفرد هذه البرنامج يتكون من مسارين رئيسيين وفي هناك واحد للمدراء البحرينيين طبعا الموظفين حاليا في القطاع الخاص في المستوى المتوسط والمستوى التنفيذي بما يتناسب مع احتياجات كل فئة منهم المسار الأول هو مسار مخصص للمدراء في المستوى المتوسط وركز على تزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها للإدارة والتأثير مثل مهارات التواصل الفعال وطرق تحفيز وتطوير موظفينهم واستراتيجيات إدارية لرفع الإنتاجية وغيرها المسار الثاني موجه للمدراء في المستوى التنفيذي وبيتم فيه تركيز على أهم عشر مهارات قيادية رئيسية تتماشى مع رؤية مملكة البحرين ومنها فن التواصل والتأثير المرونة، سرعة الاستجابة للتحديات توظيف التحول الرقمي وتحليل البيانات وغيرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر